السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذا القبر الذي يتحدث عن أحمد جوهر من هو أحمد جوهر ومعلومات هامة عنه والفنان الكويتي المعروف القدير أحمد جوهر هو من الفنانين الذين لهم بصمة على الساحة الفنية منذ فترة طويلة من الزمن حيث أن له حضور فاعل في الوسط الفني ونجح نجاح كبير في أعماله الفنية وله أعمال خالدة ومن أجل ذلك يريد أن يتعرف عليه القراء اليوم وكثرة عمليات البحث عن اسم الفنان الكويتي أحمد جوهر ونحن نقدم لكم بعض المعلومات المتاحة لنا عن هذا الفنان حيث أنه من موليد عام 1958 وولد في شهر مارس في التاسع والعشرون من مارس كما أنه يبلغ من العمر خمسة وستون عاما ولد بمدينة الكويت ويحمل الجنسية الكويتية أيضا وله أصول عربية من جزيرة العربية هو فنان معروف وأعماله الخالدة قالت كد بدأت معه منذ مشواره الفن الطويل حيث بدأ منذ أكثر من أربعون عاما مسيرته الفنية وقدم أول ما قدم للكاتب والمؤلف أنه قد أحمد جوهر كتب سارك في مسلسل الأبرق وهو يمتلك مؤسسة الأبرق للإنتاج الفني وله أدوار عظيمة مختلفة من خلال هذه الشركة التي تنتج المسلسلات والأفلام ومن أبرز أعماله علي بابا حارس الوالي وأيضا بدل الزمان وهي مسلسلات عربية معروفة وكما ذكرنا لكم أنه ممثل وكاتب ومخرج كويتي الأعمال التي قدمها يفتح سمسم بدر الزمان علي بابا الجوهر والصياد مسافر بالهوية للحياة بقية الخروج من الهوية جواهر طش ورش عبدالله البري وعبدالله البحري لن أمشي طريق الأمس دلج سهيل طير الخير زمان الإسكافي الصريات الاخطبوط كل هذه أعمال قدمها الفنان في الدراما التلفزيونية أما في المسرح فقدمها محاكمة علي بابا وحسام الدين في غابة السعبين ورجل مع وقف التنفيذ وعنطر بن شداد ودكتور صنهات ولولو الصغيرة وباباي وبو تنبه والأميرة والأقزام أعمال كلها من أسمائها تحس إنها أعمال فنها ضخمة وكتب مسلسط طير الخير وكتب مسرحية استجواب ومسرحية الحكومة أبخص كل هذه من كتاباته بات مهن الرجل الوطوط وكتب نهاية مخروش والظل الأبيض والمنفسي والمعذب كل هذه أعمال كتبها الفنان أحمد جوهر الذي ذكرنا أعماله وعمره ونبزى عنه كل الشكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله